أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن نمو الاقتصاد المستمر هو انعكاس لما تمتلكه مملكة البحرين من أساس صلب ومقاومات مميزة جاذبة للاستثمارات في مختلف القطاعات ووأتهل مكانة التي وصلت إليها مشيرا سمو إلى أن البحرين ستواصل تعزيز دورها في قطاع المال والأعمال من خلال اهتمامها المتواصل بتوفير عوامل الاستدامة للبنية التحتية الاقتصادية عبر التشريعات والتسهيلات التي من شأنها تحفيز وطيرة الاستثمارات ومواكبة جميع المتطلبات والمتغيرات في هذا القطاع جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله بقصر الأقضابية صباح اليوم مع السيد محمد بن محفوظ العارضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك إنفستكورب حيث أشهر سموه إلى النجاحات التي تحققها المؤسسات المالية والمصرفية في مملكة البحرين وأهمية تعاون القطاعين الخاص والعام لرفض مختلف مسارات التنمية إيمانا بدور القطاع الخاص في أخذ زمام المبادرة خلال المرحلة المقبلة والبناء على الاستفادة من التجارب الناجحة التي تم إنجازها بالتعاون بين هذين القطاعين في المملكة مشهيدا سموه بدور بنك إنفستكورب في تقديم خدماته بنجاح منذ تأسيسه واستفادته من التشريعات في تطوير أدواته المالية والاستثمارية انطلاقا من مملكة البحرين منوها سموه بإسهامات البنك في تعزيز وتطوير الكوادر الوطنية في القطاع المصرفي من جانبه عرب رئيس مجلس إدارة بنك إنفستكورب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد ناب القائد الأعلى ناب الأول لرئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء مشهيدا بما توليه البحرين من اهتمام ودعم للقطاع المالي والمصرفي والذي معكس أثره على النجاحات التي يقدمها بنك إنفستكورب طوال مسيرته منذ عام 1982 في مملكة البحرين